السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة ونتمنى لكم يوما بفعما بالصحة والسلامة استكمالا لمحاضراتنا في موضوع المعاهدات الدولية نتناول في هذه المحاضرة الإجراءات اللاحقة للمفاوضات وهذه المحاضرة هي استكمال للجانب الشكلي الخارجي للمعاهدة الدولية فقد تناولنا في المحاضرة السابقة المفاوضات الدولية وركزنا على موضوع وثيقة التفويض التي تخول حاملها من غير الأشخاص الذين نص الدستور على عدم حاجتهم لوثائق التفويض في هذه المحاضرة سنتناول اعتماد نص المعاهدة وتحرير المعاهدة الدولية والتوقيع على المعاهدة الدولية اعتماد نص المعاهدة يقصد باعتماد نص المعاهدة هو قبول ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتفاوضة بمعنى أن الأطراف عندما يتفقون فيما بينهم وهذه هي ألة المفاوضات هي الوصول إلى اتفاق ما بين الأطراف التي كانت لديهم وجهات نظر مختلفة فالمفاوضات تمهد لإنشاء الأرضية المشتركة وتوحيد رؤى الدول المتفاوضة للوصول إلى الاتفاق الذي هو مشروع المعاهدة الدولية فاعتماد نص المعاهدة هو القبول بما تم الاتفاق عليه هو إظهار قبول الدول المتفاوضة بأن هذه المعاهدة تلبي متطلبات وطموحات دولهم في اعتماد نص المعاهدة يثير أو يثار سؤالين الأول هل يعتبر اعتماد المعاهدة التجامل من الأطراف بتنفيذها؟ بمعنى هل أنه عندما دول المتفاوضة تعتمد نص المعاهدة معنى ذلك أنه هناك التزاما قانونيا من الأطراف بتنفيذها أي أنه لا يمكن بعد اعتماد نص المعاهدة لأي دولة أن تتنصل من التزاماتها الدولية دون مبرر فإذا قامت بالتنصل من هذه التزامات قامت المسؤولية الدولية فالسؤال إذن هل يعتبر اعتماد المعاهدة التزاما من الأطراف بتنفيذها؟ الجواب كلا بل يمثل وضع نهاية للمفاوضات بين أطرافها إذن لا يمكن أن نلزم الدولة بالمعاهدة الدولية إلزاما قانونيا على أساس أنها اعتمدت نص المعاهدة الدولية السؤال الثاني هل يشترط الرضى الجماعي لأعتماد النص بمعنى هل يجب أن تكون هناك توافق كامل إجماع كامل من كل الدول المشاركة في المعاهدة الدولية لاعتماد نص المعاهدة حتى يمكن الانتقال إلى المرحلة الأخرى ما جرى عليه العمل الدولي أنه لا يكون هذا الرضى الجماعي مطلوبا إلا في المعاهدات الثنائية إذ لا يمكن أن التصور في المعاهدات الثنائية لا يوجد إجماع لأن المعاهدة الثنائية هي بين الطرفين أما متعددة الأطراف فيمكن اعتماد المعاهدة بالأغلبية إذن الجابة الأغلبية في المعاهدات متعددة الأطراف هو الذي موافقة الأغلبية كأن تكون معاهدة أطرافها 20 طرف فإذا قبلوا 15 طرف من هؤلاء الأطراف أبدت المعاهدة معتمدة النص ومن ثم تنتقل إلى المرحلة الأخرى بعد اعتماد نص المعاهدة ننتقل إلى مرحلة تحرير المعاهدة الدولية لا توجد قاعدة عامة تُعزن باتباع شكلية معينة في تحرير المعاهدة الدولية كما أن العمل الدولي درج على اتباع شكلية معينة هناك شكلية معينة تبعتها الدول وما جرى عليها العمل الدولي تتمثل في دباجة المعاهدة متن المعاهدة والخاتمة دباجة المعاهدة هي مقدمة المعاهدة الدولية وهي تجيب على سؤال لماذا أبرمت المعاهدة يعني دباجة المعاهدة كل معاهدة دولية عندما نقرأ المعاهدات الدولية أول ما نقرأ دباجة المعاهدة الدولية دباجة المعاهدة الدولية لها أهمية فهي تبين القصد المشترك لأطرافها من وراء إبرام هذه المعاهدة بمعنى المعاهدة الدولية لماذا أبرمت؟ ما هو الغرض من إبرام هذه المعاهدة؟ هذا الغرض هو قصد أطراف المعاهدة هناك قصد لأطراف المعاهدة في إبرام هذه المعاهدة الدولية لا يمكن أن نتحقق من هذا القصد إلا من خلال دباجة المعاهدة الدولية بمعنى أن دباجة المعاهدة الدولية فيها ألة المعاهدة الدولية فيها الأسباب الموجبة لإبرام المعاهدة الدولية كما هو الحال في التشريع الداخلي كما أنها تمثل وسيلة مساعدة لمفسر المعاهدة الدولية عند تفسير المعاهدة الدولية عندما يصبح هناك غمض في معنى نصوصها يقوم المفسر بتفسير المعاهدة الدولية للبحث عن المعنى العادي لنصوص المعاهدة ويلجأ هنا إلى الدباجة المعاهدة الدولية لجوء إلى دباجة المعاهدة الدولية هو حتى يتحقق من القصد المشترك لأطراف المعاهدة للوصول إلى المعنى العادي للنص حتى لا يحمل النص عند التفسير أكثر مما يتحمله كذلك تتضمن الدباجة بيان بأسماء الدول الموقعة أو في بعض الأحيان بأسماء رؤساء الدول الذين شاركوا في إبرام هذه المعاهدة إذن الدباجة لها أهمية في بيان أسباب إبرام المعاهدة الدولية أهداف المعاهدة الدولية ولها فائدة أخرى في مساعدة المفسر للمعاهدة الدولية في الوصول إلى المعنى العادي للنصوص أما متن المعاهدة متن المعاهدة هو أن تدرج فيه المسائل والأحكام المتنوعة أي أن تباوى بالمعاهدة الدولية إلى مواد وفقرات متسلسلة تأخذ نسق النص القانوني يعني أشبه بالتشريعات الداخلية هذه المواد القانونية تنسق بحيث يمكن لمن يقرأ المعاهدة أن يتبين أحكام المعاهدة بصورة تفصيلية ويترك للمحرر المعاهدة الدولية أن يعتمد أي اسلوب في تحرير متن المعاهدة كأن يعتمد المواد والفقرات أو الأبواب الخاتمة خاتمة المعاهدة الدولية ما يتعلق بالمسائل الشكلية للمعاهدة الدولية تردف الخاتمة مسائل التصديق الجهة المكلفة بها شروط الانضمام للمعاهدة متى تبدأ المعاهدة ما هي اللغة المعتمدة في التفسير المعاهدة عند الخلاف إذا كانت المعاهدة محررة بأكثر من اللغة من هي جهة الإيداء من هي الجهة القضائية التي يلجأ إليها أطراف المعاهدة في حالة حدوث نزاع يتعلق بالمعاهدة الدولية فالمسائل الشكلية المسائل التفصيلية الأخرى التي لا تكون في خانة المواد القانونية تردحل إلى خاتمة المعاهدة الدولية إذا اندباجة المعاهدة ومثل المعاهدة وخاتمة المعاهدة تصبح المعاهدة محررة بصورة قانونية قبل التوفي على المعاهدة يثار سؤال هل هناك لغة تلزم الدول بتحرير المعاهدة بها؟ ما جرى عليه العمل الدولي في المعاهدات الثنائية تحرر بلغتين لغتين الدولتين طرفين المعاهدة الدولية ويتم اختيار لغة ثالثة لحسم النزاع في حالة الاختلاف بتفسير المعاهدة الدولية وفق لغتين طرفين المعاهدة أما في المعاهدات المتعلق الأطراف فيصار إلى أن تكتب بلغات الدول الأطراف بلغات الدول الأطراف وكذلك تحدد لغة ثالثة لغرض فضل النزاع المتعلق بالتفسير الآن تم تحرير المعاهدة الدولية نتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة التوقيع على المعاهدة يقصد به اطفاء الصفة الرسمية على ما تم الاتفاق عليه نحن اتفقنا فيما بيننا قد حررنا معاهدة نقرأ المعاهدة هذه المواد التي وردت في المعاهدة هي المواد التي ظهرت في المحاضر اجتماعات الدول أثناء المفاوضات وهذا النص هو ما تم الاتفاق عليه إذن نحن نقبل بهذا التحرير نحن نقبل بهذه المواد وهي ذات المواد التي تفاوضنا عليها فنوقع حتى نقطة الصفة الرسمية على ما تم الاتفاق عليه وحرر كتابيا هنا يثار سؤال هل التوقيع على المعاهدة يلزم الطرف الموقع بالمعاهدة التزاما قانونيا واجب التنفيذها بمعنى عندما اوقع على المعاهدة هل انا ملزم قانونيا بالمعاهدة الدولية لا استطيع ان اتنصر من المعاهدة الدولية تقوم علي المسئولية الدولية الجواب كلا يجب التصديق على المعاهدة ليتحقق الالتزام القانوني إذن المعاهدة الدولية بالتوقيع أنا أوقع على المعاهدة الدولية أن أثبت ما تم الاتفاق عليه وحركتها أما الالتزام القانوني فيكون بالتصديق من الجهة المختصة داخل الدولة التصديق هو الذي يخلق الالتزام القانوني بالمعاهدة الدولية بالنسبة للدولة التي صادقت على المعاهدة الدولية سؤال آخر هل يمكن لطرف أن يعبر بتوقيع بالارتضاء بالمعاهدة وتنفيذها بمجرد توقيعها بمعنى أنه طرف عندما يوقع على المعاهدة الدولية يقول أن هذا التوقيع هو بمثابة التصديق أنا ارتضيت به المعاهدة الدولية وسأقول بتنفيذها هل هذا التوقيع يملك ذات الأثر الذي يملكه التصديق؟ هنا حالات الحالة الأولى إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر في المعاهدة ورد نص أن التوقيع الكامل يمثل تصديقا للمعاهدة الدولية أو أن تتفق الأطراف فيما بينها تقول أن التوقيع على المعاهدة يكون بمثابة التصديق وبمثابة التزاما قانونيا بالمعاهدة الدولية أو إذا أبدت النية الدولة دولة أبدت نيتها أثناء وثيقة التفويض أو أثناء المفاوضة بأن هذا التوقيع له ذات الأثر فهنا يمكن أن يكون للتوقيع على المعاهدة الدولية ذات الأثر الذي يمثله التصديق على المعاهدة الدولية من المواضيع التي تثار في التوقيع هو التوقيع بالأحرف الأولى ما يقصد به تذيير المعاهدة بالأحرف الأولى لأسماء ممثلي الأطراف الذين اشتركوا في المفاوضة فهنا تثار أسئلة السؤال الأول هل هذا التوقيع قيمة قانونية؟ الجواب لا قيمة قانونية له إذا مجرد توثيق لنص المعاهدة هنا متى يعتبر التوقيع بالأحرف الأولى توقيعا كاملا؟ طبعا التوقيع بالأحرف الأولى هو أن تذيل المعاهدة الدولية بالأحرف الأولى من أسماء ممثلي الدول طبعا التوقيع بالأحرف الأولى يمكن أن يصبح توقيعا كاملا أي أن يصبح بمثابة التوقيع الكامل في حالات أن يكون واضحا من نصوص المعاهدة أو الظروف المحيطة أن القصب من هذا التوقيع هو إحداث آثار التوقيع الكامل يعني أن الدول المعاهدة الدولية نصوصها وظروفها تشير إلى أن التوقيع بالأحرف الأولى كافي لجعل هذا التوقيع بمثابة التوقيع الكامل أو إذا اتفقت الأطراف المتفاوضة على ذلك طبعا التوقيع بالأحرف الأولى هي وسيلة قانونية وجدها القانون الدولي لمساعدة ممثلي الدول الذين قد يجدون حرجا في عدم التوقيع على المعاهدة دون الرجوع إلى دولهم فيصار إلى أن يوقعوا بالأحرف الأولى حتى يمكن الرجوع إلى دولهم ودون إفساد الغرض من المعاهدة الدولية إذن هو حل وسط بين عدم إفساد الغرض من المعاهدة الدولية وتأخيرها وبين مساعدة ممثل الدولة للجوء إلى دولته لغرض تشارع معها في موضوع المعاهدة الدولية وهل هي صباح التوقيع بالأحرف الأولى وينتقل إلى مرحلة التوقيع الكامل أو أن الدولة ترسل ما يبدي نيتها أن التوقيع بالأحرف الأولى هو بمثابة التوقيع الكامل شكرا لحسن استماعكم ونتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة لكم أكرر أي سؤال يتعلق بهذه المحاضرة يتم إرساله إلى الصف الألكتروني شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته